أعزائنا الطلبة، بداية نقول لكم مبارك تخرجكم وحصولكم على الثانوية العامة وها هي الجامعات تفتح لكم أبوابها فأنتم مؤهلون للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض وفق شروط القبول وضمن التخصصات المتاحة التي ندعوكم للإطلاع عليها من خلال زيارة بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب وبوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات ويسعدنا أن صحبكم في جولة تعرفية تبين لكم كيفية التعامل مع بوابتي القبول الإلكتروني الموحد وآلية التقديم عليهما يمكنك الدخول على البوابة من خلال الرابط التالي اختر أيقونة تقديم جديد وضغط عليها قم بتعبئة البيانات في صفحة التسجيل وبعد الانتهاء اضغط على أيقونة تابع التسجيل اضغط على أيقونة موافق بعد قراءة شروط والأحكام ستظهر بعد ذلك صفحة بيانات الطالب التي يلزم تعبئتها بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة حفظ البيانات وبعد ذلك ستظهر لك صفحة إدخال الرغبات وللحصول على فرصة أكبر في القبول في الفرز الإلكتروني احرص على إدخال أكبر عدد من الرغبات ورتبها بعناية وفقا لرغبتك الشخصية وبعد ذلك اضغط على حفظ الرغبات ونود التنويه إلى بعض الملاحظات التي قد تكون سببا في عدم تحقيق رغبتكم خلال الفرز الإلكتروني بالرغم من تحقيقكم لنسبة القبول وتلك الملاحظات نبينها في الأمثلة التالية مثال رقم واحد أنت ترغب في تخصص الطب في أي جامعة وادخلت الرغبات على الشكل التالي الرغبة الأولى تخصص طب في جامعة سين غير محقق لنسبة القبول الرغبة الثانية تخصص أندسة في جامعة سين محقق لنسبة القبول الرغبة الثالثة تخصص طب في جامعة صاد محقق لنسبة القبول إدخالك الرغبات بهذه الطريقة يعني أنه سيتم ترشيحك في الرغبة الثانية بالرغم من تحقيقك للرغبة الثالثة وهي الطب لذلك عليك أن تضع رغباتك في الطب متتالية ثم تنتقل إلى الهندسة وهذا هو الترتيب المنطقي للرغبات المثال الثاني إذا كانت رغبتك الدراسة في جامعة سين وفي أي تخصص وادخلت رغباتك بالشكل التالي الرغبة الأولى تخصص طب في جامعة سين غير محقق لنسبة القبول الرغبة الثانية تخصص طب في جامعة صاد محقق لنسبة القبول الرغبة الثالثة تخصص حاسب في جامعة سين محقق لنسبة القبول فإنه سيتم ترشيحك في تخصص طب في جامعة صاد بالرغم من تفضيلك للقبول في تخصص حاسب في جامعة سين مرة أخرى إدخالك لعدد كبير من الرغبات مرتبة على نحو منطقي وعدم الاكتفاء بالعدد الإجباري من الرغبات المطلوبة يزيد فرصة قبولك بأحد التخصصات في إحدى جامعات القبول الموحد أو الكليات التقنية بمنطقة الرياض وبعد استكمالك لإدخال الرغبات اضغط على حفظ الرغبات لتظهر لك بعد ذلك جميع الرغبات التي قمت باختيارها وتستطيع أن تعيد ترتيبها عن طريق تضليل الرغبة والضغط عليها ثم سحبها ووضعها في الموضع الذي ترغبه ولا تنسى أخيرا الضغط على حفظ الرغبات وبذلك تكون قد أتممت عملية طلب القبول الإلكتروني مع دعواتنا لك بالتوفيق